فكل التفاصيل انا اعرفها بقى من خلال زي منا فاروق صلاح موفد قناة الاهلي اللي موجود حاليا في محيط الساد القاهرة الدولي اللي عنده تفاصيل مهمة جدا اولا بالنسبة لدخول الجماهير وكمان كواليس متعلقة بفريق الوداد الرياضي المغربي وتشكلته الرسمية اللي يلعب بها النهاردة مباراته مع النادي الاهلي فاروق مساء الفل حمد خليني ارحب بيك يا محمد وارحب بكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان كلمة حب مسموعة وجيل من بعد جيل بيسلم ورايته تملي مرفوعة ده المشهد يا محمد اللي احنا لامسينه النهاردة من دخول الجمهور كل الفئات وكل المراحل العمرية والسنية الجميع النهاردة بيتصابق ان شاء الله لمسندت ومؤذرة النادي الاهلي هنا من داخل محيط السادل للقاهرة زي ما انت استعرضت يا محمد وقلت نقاط مهمة جدا كلنا النهاردة بنقول يا رب النهاردة كلها مصر بتلتف حول النادي الاهلي كل العبت النادي الاهلي كل فرد داخل المنظومة ادى دوره الجماهير اللي موجودة منذ الساعات الاولى لليوم وبدأ التوافق ده من محافظات كتير يا محمد خلينا اقولك ان في ناس جاء من اقصى الصعيد من النقصر من اسوان من صهاج من اسيوت من اينا من المينيا من بني سوف ايضا يعني جانب المحافظات الاسكندرية وكفر الشيخ وضمنور الشرقية المنصورة مش عايزة استسنى اي محافظة الجميع النهاردة بيتصابق الجميع بيساند ومؤذرة ومساندة النادي الاهلي خلينا اقولك ايضا على دور الجهات الامنية وتوفير كافة الامور في ناس موجودة منذ الساعات الاولى بتتكلم في الساعة خمسة ستة صباحا موجودين التنظيم الامن التنسيق تيسير كافة الامور للجماهير للدخول وزي ما قلنا عن الدخول للجمهور محمد خلينا اقولك خمسين الف متفرج زي ما اعلنت الجهات الامنية هو اللي تم السماع حاليهم بالحضور لهذه المباراة طبعا فيه تخصيص 2500 تذكرة الى جانب جمهور الوداد لكن خلينا اقولك بقى اماكن دخول الجماهير الاستادل للقاهرة طبعا تم تخصيص بوابة مسجد الا رشدان لدخول دخول جماهير المقصورة والدرجة الاولى يمين ويسار من بوابة مسجد الا رشدان الى جانب دخول جماهير الوداد اللي تم تخصيص مدرج الاولى العلوي لجماهير الوداد وخلينا اقولك عدده محمد بتجاوز الالف تكلم ما بين 1500 مشجع مغربي يعني استحبوا بعثة فريق الوداد للقدوم الى القاهرة اللي معاهم بعثة اعلامية ضخمة جدا محمد معاهم عدد كبير جدا من الاعلاميين لمسينهم لدى وجودنا طبعا فيه المحيط استادل للقاهرة طبعا اذا ما قلنا 1500 فارد من جماهير الوداد الى جانب طبعا بقى محمد ده تخصيص يعني بوابة طريق الناصر لدخول جماهير الدرجة التالتة يمين طبعا تخصيص بوابة صلاح سالم المطل على شارع صلاح سالم لدخول جماهير الدرجة التانية والدرجة التالتة الشمال الاجواء الكواليس سنة محمد الجميع بيقول يا رب ان شاء الله كل الامور النهاردة توفيق ربنا يكون مع الجماهير الجماهير الاسر المصرية اللي بنشوفها محمد ان شاء الله ترسم الحامل النهاردة في استاد القاهرة تأكيدا لكلامك يا فروه هو طبعا السعر المحددة لجماهير الوداد حوالي 2500 تسقرة لان خلاص اتحدد عدد السعر اللي تم طرح تذاكرها 50 الف فطبقى للاحة الكاف 5% من هذا الرقم لكن ادارة الوداد اشترت الف تسقرة فقط من 2500 عشان توزحها على جماهيرها ده تم حتى بشكل رسمي من خلال الشركة المسؤولة عن طرح التذاكر وفي الاجتماع الفني تم الاتفاع على كل هذه التفاصيل فالوداد اشترق 1000 تسقرة فقط من 2500 وبالتالي هيكون فرصة ان هو يوزع هذه التذاكر على جماهيره لان فيه اعداد كبيرة جدا من جماهير الوداد ووصلت النهاردة صباح اليوم في المطار القاهرة الدولي استعادا طبعا للوصول الى استاد القاهرة وحضور المباراة التذاكر المتبقية اي بقى عدد من الجماهير المغربية المقيمة في القاهرة عايزة تشتريها محدد لها كده في اكشاك معينة قريبة من الاستاد في احدى الشوارع القريبة من استاد القاهرة لشراء النسبة المتبقية وشرط اساسي لدخول الجماهير التسقرة وجواز السفر ايضا كمان المغربي لتأكيد الهوية في مسألة الحضور ولكن وانت دلوقتي يا فاروق امام المقصورة الرئيسية والمدرجات الدرجة الاولى الجماهير وانت بتلتقي بيهم تفاعلاتهم معاك احساسهم ايه فيه تفاول فيه حزر شوية يعني شاف الاجواء ازاي وكمان درجة الحرارة في الاستاد دلوقتي معه يعني حلول المساء هيكون اكيد الجو افضل كتير يعني خلينا اقولك محمد حاليا درجة الحرارة 35 درجة مقاوية يعني اثناء توقيت المباراة درجة الحرارة تراح ما بين 28 ل 26 درجة مقاوية اعتقد تبقى درجة حرارة مناسبة ان احنا نشوف مباراة كبيرة ان شاء الله من العبل للنادي الهيلي لانا لمسوا من الجمهور حالة تفاول يعني كبيرة جدا من جانب جمهور للنادي الهيلي على المستوى الشخصي يا محمد انا متفائل انت اكيد على المستوى الشخصي متفائل بيادي المباراة زي ما قول عايزين محتاجين توفير ربنا سبحانه وتعالى مع فريق النادي الهيلي جمهور النهاردة انت بتسألها الجميع النهاردة لا احنا جايين النهاردة انسان ادنازر النادي الهيلي عارفين ان احنا دورنا مهم جدا احنا تشجيع منذ دية الاولى للدية تسعين تشجيع مستمر من الممكن للفوز يتأخر لكن الجمهور احنا مسندين مؤذرين لفريق النادي الهيلي عارفين ان ان ده شوط اول ولسه في شوط تاني هناك في المغرب لكن مهم جدا ان احنا نحسن من هنا جماهير بتتكلم محمد تسأل الجمهور نتوقع فوز الاهلي هدفين 3-4 في جماهير كبيرة جدا متفائلة جدا محمد نسبة كبيرة جدا من الجمهور اطفال يا محمد النهاردة بسألهم وقولك الاهلي هيكسب 3 الجميع بيتوقع النهاردة تقلق لقهرباء لبرستاو لحسين الشحات واحد من الجماهير اللي النهاردة قال لي مروان عطية هيسجل النهاردة فنتمنى ان شاء الله ان الفوز يجي بقى مروان اي لعيد موجود برستاو الشحات كهرباء اي لعيب في ارض الملعب عمر السلية ايضا واحد من اللعبة طبعا انت عارف اللي بيتميز بالتسجيل في المباراة النهاردة في المباراة الاخيرة ايضا واحد من اللعبة اللي مهمة جدا في النادي الاهلي انا متفائلة محمد الجمهور متفائلة ان شاء الله يتبقى توفيع ربنا سبحانه وتعالى في هذه المباراة بإذن الله اخر حاجة وانا عارف انت قلت تورايب شوائي من الكواليس في نادي الوداد وعندك تفاصيل عن التشكيل والمدارب البلجيكي فاندرفوك ممكن يلعب ازاي هذه المباراة في ظل ان عنده غيابات قد تكون مؤسرة على اداء الفريق يعني خلينا اقول لك محمد ان بقى ستة فريق الوداد كان وصلت للقاهرة في الساعات الاولى من صباح يوم الخميس الماضي ادى الفريق تدريبين يوم الخميس والجمعة على الملعب النادي الاهلي بمدينة ناصر ثم تدريبه الاخير بالامس كان على استاد القاهرة الدولي اشاده بيه الاستاد واشاده بيه الارضية الملعب استاد القاهرة طبعا المدير الفني البلجيكي طبعا عن ضم مجموعة او يعني ابرز العناصر اللي بتغيب عن فريق الوداد في هذه المباراة طبعا الزهير الايمن الجزائري حسين بن عيادة واحد من العناصر المهمة الفريق الوداد الى جانب طبعا حارس المرمى ريدة تيجناوتي ايضا الى غياب اللعبة عبدالله حيمود اللي طبعا يعني اجرى جراحة اللزيدة الدودودية ويعني انس اشاكو طبيب الفريق قالك ان حالته الصحية بقيت على ما يرامه طبعا اجرى العملية هنا في احد المستشفيات القريبة من مقر قامة فريق الوداد كلام المدير الفني البلجيكي مع اللعبين ضرورة الغلاق المساحات امام النادر العلي اشاد بقوة النادر الاهل الدفعية واشاد بقوة الاهل الهجومية قال فريق كبير ومرشح للبطولة طالب يعني اللي لعبته بالتزام بالمهام المطلوبة من كل اللعبين وضرورة اغلاق المساحات امام المثلث الهجومي للنادر العلي المتوقع بالنسبة له حسين الشحات وبرستاه وكهرابا دي أمور مهمة جدا من جانب المدير الفني ألا بلجيكي خلينا نقول لك هو المدير الفني الرابع للفريق هذا الموسم غيروا المدير الفني أربع مدربين غادروا الفريق الوداد في هذه البطولة أو قادوا فريق الوداد في هذه البطولة لكن خليني يا محمد ننفرد وننفرد من خلالك ومن خلال قناة النادلالي بالتشكيل يعني اتدار طول التشكيل بنسبة 99% لفريق الوداد الأزياء المباراة هيكون يوسف المطيع في حراسة المرمى قدامه اتنين مساكين أمين أبو الفتح وأرسن زولة علي منهم أيوب العملود وعلى شمالهم يحيى عطية الله في منتصف الملعب السلاسي يحيى جبران جلال الدودي رضا الجعدي قدامهم مسلس وجومي مكون من محمد ونجم زهير المترجي وبولي سامبو هداف الفريق وهداف البطولة برصيد سبع هداف ده التشكيل يا محمد اللي تقدر تقول بنسبة 99% اللي يعني استقر عليه المدير الفني البلجيكي كان عنده مفضلة ما بين اللعب سيف بوهرة وزهير المترجي ولكن هو رجح زهير المترجي لخبرات زهير المترجي وأن زهير المترجي كان سبق لي أنه هدف فيه شباك النادرالي في المباراة الأخيرة اللي جامعت الموسم الماضي ما بين الفريقين في مركب محمد الخامس إن شاء الله كل التوفيق طبعا لفريق النادرالي في أزيل مباراة محمد ربنا يكرمنا في أزيل المباراة ويعني شوت أول من هي إن شاء الله بفوز مريح بإذن الله بإذن الله فاروق أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإضاحات